بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصوات والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله والي وصحبه من ولاة شبكة الهندسة الانشائية منتدى الدروس وضعوات التعليمية بيقدم لكم حلقة تدريبية عن كافية تسجيل حلقات الفيديو يعني الناس اللي محتاجة ان تسجل حلقة فيديو ونسى ان شاء الله تشارك في مشروعنا او في الفكرة الموجودة على منتدى الدروس وضعوات التعليمية ان شاء الله عايزين نساعدهم او نوفر لهم الادرع لانهم يقدروا يجملنا صور او يشرحونا في فيديو الحاجات اللي هم هيشرحوها ان شاء الله اعداد وتقديم مشرف القسم نيرل اونلين وان هدف الحلقة اللي احنا هنشرحها مع حضراتك دواتي واحد معرفة كيف يمكن ان تسجل كيف يمكنك ان تسجل حلقة فيديو من على جهازك لان شرح اي شيء تقوم بها للجهاز باستخدام برنامج كامتاسي برنامج كامتاسي وظيفته انه يسجل لك اللي انت بتعمله على الدهاز بالضبط من الممكن ان انت تدخل عليه كمان صوت وصورة ومن الممكن ان انت تمنتشه فبديك مكانات كثيرة لانك تطلع الحلقة بشكل جيد كمان ممكن تعمل كوز وممكن تعمل حاجات في قلب الشرح تعمل شرح تفاعلي يعني ممكن مكانات كثيرة فنستخدم برنامج كامتاسي بس وظيفة من ضمن وظيفة برنامج كامتاسية كثيرة اوى ازاي تعمل حلقة فيديو بسيطة تساعدك على انك تشرح حاجة معينة لو كنت مثلا بتشرح برنامج اوتو كات ساب بمتلاب اي برنامج بتشرحه ومحتاج ان اتواري الناس اللي حاجات انت بتعملها بدل ما تكتبها في ناس كتير بتقول لك كتابة زي حلقتي كده اه فتشرحها فيديو احسن الف مرة اه اتنين معرفة كيف تحصل على الصور اللي ما هو معروض امامك على الشاشة باستخدم برنامج ده الساني اه ازاي تقدر انك تصور لنا الحاجة اللي انت بتتفرج عليه اي حاجة بتتفرج عليها بس ما كنتش فيديو اي حاجة سابتة اي حاجة سابتة الفلاش ممكن انما الفيديو لا اي حاجة سابتة ازاي تاخد لها لقطة تاخد لقطة بحس انك ايه تقدر توري اللقطة ديت لاي حد ايه تاني اه معك في المنتدى او تقدر تعمل حلقة او تقدر تعمل درس يعني تكتب فيه الحاجات اللي انت عايزها وفي نفس الوقت تستدل على كلامك ده بالصور ثالث هدف معرفة كيفية تسجيل حلقات فيديو من بالباربوينن بمعنين حاولنا حلقات الباور بوينت او يعني ملفات الباور بوينت اللي عندنا الملفات فيديو فاسهل في الشرح وبعد كده اسهل في المذاكرة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اولا ازاي نشغل بدم الكامتاسيا طبعا في سؤال قبل ما نشغله واحنا نجيبه منين اصلا كامتاسيا موجود طبعا عن المدادات والحاجات العربية موجود منه نسخة ترى الفرجن تلاتين يوم عادي جدا اه شوفوا الاصدار اللي تحبه انا مشرح كامتاسيا خمسة مش عشان حاجة عشان الجاس بتاع قديم شوية فكامتاسيا ستة هيتقيله زيادة عن موات ايه اه انما كامتاسيا خمسة او كامتاسيا ستة او حتى اربعة كويسين جدا يعني امكانياتهم اه كويسة جدا وهتلاقي فيهم نفس الكلام اللي انا بقوله ده تقريبا ما فيش اختلافات اه 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 كبيرة في الامكانيات انما قد تكون يكون اسطوب انا ما شفتش كامتاسيا ستة قد يكون اسطوب العرض اه مختلف انما لو عايز تمشي وتراح دماغ هتلاقي كامتاسيا خمسة على النت هترى الفيرجنس هكي اللي انت عايزه وابعد كده ابقى اشيل البرنامج من على جهاز فنشرحه ازاي اه 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 نوصل له ازاي بعد ما سطب طبعا نستارت ازاي ازاي برنامج من استارت اه اه اول برو جرامز كامتاسيا خمسة هلاقي هنا الابليكيشنز بتاعتو مالناش دعو بيا احنا نتخش على كامتاسيا ستوديو لما نضغط عليها يفتحنا الشكل ده او النافذة دي الويندو دي فهنلاقي قدامنا كذا خيار اول حاجة نجيب نيو سكرين ريكوردنج نيو سكرين ريكوردنج يعني نسجلك الشاشة اللي انت بتتفرج عليه بحيث وانت بتشرح يبقى الحاجة اللي انت بتشوفها اه على الشاشة بتشرح والكلام ده يتسجل فيديو فاي حد تاني يقدر ايه بعد كده ياخد الفيديو ده ده منا كيف همو انت قد بتشرح ايه الحاجة التانية اللي ممكن تسجلها ممكن تسجل صوت نيو يعني اه تسجل صوت بس سجل صوت بس من غير صورة اه الحاجة التالتة نيو باوربوينت اه باوربوينت اه ريكوردنج يعني تسجيل الباوربوينت لو عندك باوربوينت هو يفتحه وي اه وتبدأ تشرح من عليه ويسجل لك اللي انت بتعايده امبورت ميديا لو احتاج انك تعمل تداخل ما بين الفيديوهات يعني اه تستضيف اه امبورت تستورد اه فيديوهات او تجيب فيديوهات من عندك على الهارد تحطها مع الشرح اللي انت شرحه بحيس ان ايه توضح حاجة اه ما كنتش انت قلتها في الفيديو نفسه طبعا احنا هنحتاج من الموضوع ده كله اه اكتر هنحتاجه من نيو سكرين ريكوردنج ونيو باوربوينت ريكوردنج الفويس طبعا ما حدش بيستخدمه قوي وفيه برامج احسن من كامتاسيا كتير في الفويس اللي بيطلع من كامتاسيا بقى مساحته كبير يعني ففيه برامج كتير احسن من كامتاسيا والايمبورت ميديا ده برضك اه مش اه ناس كتير مش هتحتاجه لان فيه برامج مونتاج اقوى من كامتاسيا اه كتير فاحنا هنحتاج لاتنين دولد ده هنشرحه من هنا بالخطوات وهو ده اللي هياخد اغلب الحلقة اه نيو باوربوينت ريكوردنج هنشرحه في اخر اه شارحتين في الباوربوينت اللي احنا بنشرح من عليه ده ونبقى كده خلص طبعا بعد ما اضغط انا ضغطت هنا على ايه على ده نيو سكرين ريكوردنج اللي انا قلت له سجلي السكرين اللي معارضة قدامي الشاشة اللي معارضة قدامي كاملات فهو بيجي يقول لي اه زبط بقى الصوت اه في ناس طبعا لازم ياخد باله ان هو يزبط صوته يعني يعني في الاول لما تيجي تسجل اه بيبقى في مشكلة في الصوت انك مش بتعود على نبرة الصوت المناسبة لموضوع التسجيل فاحيانا لما تيجي تسجل الصوت يطلع علي قوي حيانا تيجي تسجل الصوت يطلع علي قوي اه بيجي تسجيل الصوت في منطقة اللي هي اه مش الحمراء الى قبل الحمراء المنطقة البرتقانية دي منطقة كويسة جدا يعني لكن في نفس الوقت لو سجلت صوته اه ضعيف فمش مشكلة خالص اللي هيروح للفيديو بس يحتاج ان هو يعلك يعلل يعلي السماعات على الاخر بس انما انما مش مشكلة خالص بس انا واقل الا اللي عايزة يعني يحترف الموضوع شوية اه يتمرس فيه فخلي صوتك في منطقة البرتغانية. طبعا بتعلم قدام المايك صح. لان احنا الفايدة الاولى والاخير للموضوع ده انك اه اه وجود الصوت معك بيسهلك انه تشرح باسلوب سهل وسهلس وبسيط اللي قدامك بدل ما يقرأ بقى ويقعيز يستوعب ويفهم ويرجع اللي مش عارف ايه. فانت بتقول قطعة اربعة كلمات بتلخصه الموضوع والحكاية كلها. فالتعة اربعة كلمات ده قد اسهل كتير تقولهم بالبقق عامة تكتبهم. فده المايكروفون. لو عندك كاميرا ممكن تتعلم صحة ده من كاميرا وتزبط بتاعتها الكاميرا وعندك هنا تزبط الكاميرا بحيس انك ايه هيقول لك ايه اعرض لك صورتك اه على الفيديو ولا لا يعني يسجل لك من الكاميرا ويبقى صورتك تيجي في جنب مسلا تخليها هنا في الشاشة في اي مكان في جنب كده. بحيس يبقى يبقى الفيديو عليه صورتك وفي نفس وقت بقى الصورة الجهاز بتاعك. يبقى صورتك محطوطة في الفيديو وانت بتشو. خلاص انا معندش كاميرا فالاوبشن دي اصلا مش شغل عندي. في بقى اهم حاجتين اللي احنا عايزين من تحت الدولار. سيلكت ارية تو ريكورد ولاست ارية. سيلكت ارية تو ريكورد بيقول لك علملي على المساحة اللي انت عايز تسجله. بمعنى بمعنى ان ممكن واحد ما يكونش عايز يسجل اللي معروض كله ده يمكن أن يسجل حتة معينة يعني مثلا واحد عايز يسجل منطقة دي بس مثلا انا لما جيت اا 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 او لما باجي اسجل طبعا انا بسجل دوقتي من على باوربوينت اا فانظامه غير النظام اللي انا بشرح فيه دوقتي انا لما جيت اسجل اا اا فيديوهات بافضل ان انا سجل بايه بس بفضل ان انا سجل بالعرض التبير اللي هو ايه من اول الشاشة الاخيرة لو اخر بالك هتلاقيين ايه شوف ماشي من اول الشاشة جاي من فوق خالص وبقول له سجلي كل المساعدين يعني بمعنى ا دققوا له سجلي الشاشة من اولها لاخر خلاص بعد كده بقى لما مسجل اخر مرة بتسايف هنا فيقول لك يعني اخر مرة انت سجلت بايه نجيبها لك من هنا يبقى ده انت بتختار الحاجة التانية بيقول لك ايه اا 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 انت سجلت النظام اللي انت سجلت باخر مرة نجيبه لك طب ليه انا بفضل او ليه ناس كتير بتفضل موضوع اا 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 انه يسجل شركوا لها عشان يعني الواحد يبقى معاك اللي بتفضلك على الفيديو يعني لما بيحس انك ما بتخفيش عليه حاجة او مثلا ايه اصلا انت ممكن ايه تسجل منطقة ديه كويس ناس كتير من الحكاية دي تسجل منطقة ديه ويصغروا الواندو فتبقى كل حاجة بانا قدامك بس مثلا يروح يعمل حاجة في قامة ستارت ويقولها لك بالبقى وقد تكون انت مستوق ضعيف في الكمبيوتر شوية ولا حاجة ما تبقاش فاهم انما لما تشوفها بعينيك بيبقى الاحساس بانك فاهم احساس اعلى يعني حتى لو كانت الحاجة دي بسيطة بس بي ايه بيشكلك في نفسك انما انت لو سجلتوا الموضوع كله هاتي الساعة هتبانوه التاسك برا يبانوه الستارت مينيو وكل حاجة انت بتعميلها على الجهاز كاملها تنابقى وطبعا كل على الديسكتوب زي ما عندي هنا انا مصور الحاجات دي هيا كل على الديسكتوب ايه متسجل قدامك بعد ما بطغط على الاستاريا الشاشة بتغمأ يعني بطغط على الاستاريا لو كنت بسجل قبل كده طبعا انت اول مرة كده هتسجل فهتقوله سلكتاريا وهتعلم قلنا هتاخد الشاشة من الزاوية اللي فوق ديت تعمل ايه مستطيل تمنى بيه الشاشة كلها الشاشة بتغمأ يعني بقول لك ان احنا بنساعد التاسكيل بعد كده هيجي لك الوضعية دي هتلاقي الشاشة شوف الحدود اللي انت واخدها وانت اقيله ايه من طرف الشاشة فالحدود جاي معك ايه من ايه من ايه من ايه اركان الشاشة كلها اه زي ما انا مشيت معها بالاحمر اه كويس جده بعد كده بتقوله ايه ريكورد من هنا ريكورد من هنا انت لو بتسجل عادي الكامتاسيا بيبطق الجاز يعني مهما كان جازك سريع كامتاسيا بيبطق ليه بقى شركة كامتاسيا بتقول لك او شركة اللي عاملة البرنامج بتقول لك ان ان انا اه اللي بيشرح كده كده بيشرح الجهاز فلو جاوزه سريع فمش واخد باله ان الودام ده بيحتاج فترة زمنية اه لانه يفهم اللي هو بيقوله فا اه قد يكون الجهاز سريع اوي فانت تلاقيك بيقول تاقي الودامك قاعد يتكلم يتكلم بيكلم بسرعة وبيضغط بالموس كليكات كليكات وانت مش معاها يعني او ايه حاجات منهم تسقط من دماغك ما تلحقش تساوي فهم عاشية كده لقوا ان الحل الامثل ان ان يخلوا يبطقوا الجهاز فانا كده 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 بمشي ضغطة ضغطة وبشرح براحتي فانت تفهم اسرع واسر فده النظام اللي الشركة بتعتمد عليه بس عمله اه اوبشن معينة بتسرع الجهاز بقى لو انا مشغل الابشن بتاعت تسريع الجهاز مش بتاعت ان كامتاسيا ما يبطقش الجهاز بتاعك لو انت مشغل الابشن ديت او الفيتشور ديت هتلاقي ان الشاشة ممكن يحصلها حاجة الحكاية دي وممكن ما يحصلهاش تطفي وتقيد يعني الشاشة تسود يعني كأنها كان بيحصلها استاند باي تطفي وتقيد لوحدها من غير ما انت تتحرك حاجة ولا تامن حاجة خلاص فالناس قصد ما تتخضش لو الموضوع ده حصل معا لو جينا هنا هنلاقي اه الاوبشن اللي انا بقول عليه من هنا لو رجعنا كده هنلاقي من تولز دي اتنجيب اوبشن على طول يعني فتولز فيها اوبشن فمن تولز هنا لما تجي تعرض هنا هتقول جاي بتولز اوبشن ارجع بقى هنا اه اوبشنز دي هي اللي في تولز كويس هعلم صح قدام ديسابل ديسبيلي اكسدريشن ديورنج كابتشن هاو بيقولك تحت بيشرع لك وظيفته ايه ستجعل المشكلة ستجعل المشكلة في المشكلة ستجعل المشكلة و بالتأكيد بالطبع كرك ده مش فيديو كمرك ده الامتداد الشركة كامتاسية مخترعة بحيث انك تسجل الفيديو تبقي عندك اي شكل انا عايزه اي في اي بيسيفوا لك مباشرة اي في اي ونالله دعوه بس عبا اي في اي بيسيفه بحجم كبير اوي يعني ال اي في بيساجره بحجم كبير والصرحه متبقاش يعني فعل الحاجات الفضيعة اللي هو جايبا على الحجم الكبير ده عمسل ممكن يسجل حاجة ثلاثة منك تلتمية ميجب بعد ما تضغطها حتى هتطفح نقيقة ازاي تحتاج وقت كتير خلاص? كاميرك بقى ده لوعب تاني. ان انت بعد ما بتعمله كاميرك بتحوله للحاجة الجديدة اللي انت عايز. يعني مسلا بعد ما بعمله كاميرك بقوم ما حوله ايه? لماذا? لان بيخرجولي صورة معقولة. مش اجوة صورة. بس صورة معقولة. يعني تتفهم. تتشاف. زي اللي هيوصل لحضراتكم. ده هيبقى صورة معقولة. وفي نفس الوقت. يعني بيحفز على الصورة المعقولة. وفي نفس الوقت بقى الإلمساعة كتير. خلاص? ده بتحوله ايه? اه فهنا دلوقتي اتفقنا ان احنا هنعمله كاميرك. مالناش دعم موضوع ايه ده عشينيه مساحة بها تبقى جبيره وهيتعبنا كلنا في رفع النت غير الناس اللي عندهم سرعات فائقة طبعا اه فحنا نسايفه كاملينك وبعد كده هياخد منه وقت تاني تقريبا قد وقت التسجيل يعني مثلا انا عشان سجل فيديو اه ساعة هياخد له ساعة او ساعة ونص على بال ما يتحول يبقى بالامتداد الطبيعة خلاص فده ده 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 اصعب حاجة في التسجيلات يعني اصعب حاجة في التسجيلات اللي اه بتاع الفيديو نفسه انتاج الفيديو اه عشان يبقى فيديو من كاملينك لان كاملينك ده اه يبقى ما ينفعش انك تديل حد عايز اه حاوله تخليه فيديو فقلنا هنعلم على الاوشان ديت صح نتأكد عليها وقلنا هنسيب بتاعت كاملينك زي ما هي وانت هتلاقي ديفولت بتاعه وكاملينك بعد كده هنيجي من افكتس ويا ريت نعمل المؤشر بتاعنا نخليها هاي لايك كليكس ليه بقى عشان طول ما اللي بضغط على الجهاز يعني على اي حاجة في الجهاز بضغط كليك شمال او كليك يمين يعمللي شوية دوائر كده اللي هيلايك كليكس يعني لما bought يخلي ياخد بالوانه احنان كتير الناس بتضغط بتبقى بتضغط في عدة غريبة كده يعني المسال يرنفع فيقوة واو يضغط من غير ما يقوللي ايه النس هو بيعمل ايه فا اه اه او ينسى يقول فب basket بتضغط كده بتخلي اللي خلق شوية دواير كده بتياجي حاولين المؤشر بتاعك فبيخليها ايه يلفت نظر اللي قدامك وانت بتضغط فينا. لو في بقى رجعنا لتاني واجبنا بقى من هنا. من هنا هتلاقيه الاوديو ايه او جبنا من ايه الاوديو. اللي احنا كنا فاهمت شوية ايه. الاوديو بقى. انا عندي امكان كتير او في الاوديو. انا يهمني فيهم حاجة واحدة بس اللي هي ايه? الاوديو سيتاب وزرد. اللي هي من هنا. الاوديو فرمات ده بيقول لي اطلع الفرمات بتاع الصوت ايه والمش عايف ايه ده سيبك منه. سيبه ديفولت زي ما هو. احنا بني كلم على الاوديو سيتاب وزرد. الاوديو سيتاب وزرد اهو. فتح لي. بيقول لي الريكوردنج اه سورس. يعني لما ايجا سجل. احط صوت مين? احط صوت الميكروفون بس. احط الصوت السبيكر بس. يعني اللي انت بتسمعه. الصوت اللي طالع من السماعات بتاعتك احط المايكروفون والسبيكر مانيوال امبوت سيليكشن ولا انت تختار اي هدوي خلاص طبعا انا اقول له مايكروفون بس مايكروفون اللي هي الاولى ليه لان انا لو قلت له مايكروفون اند سبيكر الناس كتير تبقى تقول لك طب ما انا افرض شغلت حاجة صوت اه وعايز الناس سمعوه معي لا بقى ارفعها لوحدها احسا لان انت او شغلت المايكروفون وسبيكر هيعمل نويز عالية هيعمل دوضاء وهيبقى كفاءة بتاعته صوت اه ضعيفة فعشان كده هستجل مايكروفون بس او سيب مايكروفون زي ماهو طبعا بعد ما سجلت دووقتي هو هو بدأ كده يسجل يعني الشاشة دي بتعود لي ان هو ان هو بيسجل على الحاجة اللي انا بتفرج عليه على الجهاز ايا كان ممكن ابقى مشغل برنامج فيمشي معايا خطوة خطوة فابدأ اشرح عادي دي الشاشة اللي بتطلع لي بلاقيها ايه بلاقيها تحت في الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فانت توقف التسجيل من هنا بوز او احسن من البوز كمان انك تضغط على F9 F9 بوقف التسجيل يعني بتعمل stop مش stop بقى بوز يعني اقاف مؤقت بوز F9 الحاجة التانية stop دي F10 يبقى دي F9 بوز F10 stop F10 stop يعني انا خلاص تسجيل خلاص انما بوز يعني انا واقف وارجع تاني يعني زودنا حاجة معروفة يعني بس احنا بنقولها لناس مش عارفها ومش هده بلو بعد جداد دليت يعني انا مش عايز التسجيل ده رجعت في كلامي مثلا او تسجيل طلع فيه غطأ يعني غلطة رهيبة مثلا ومش عايزها تسجل فعي التسجيل من الاول طبعا اي حاجة حضرتك بتعملها غلط او يعني تكتشف بعد جداد ان اي قلت مثلا كلمة مش لطيف او كلمة مش ليقة وبعد كده عبت اي تسجل فيديو من تاني فيعني مش مش كده الموضوع ده ممكن تبقى تدخل البرنامج على البرنامج الممتاز يعني اصد يكمل حلقة على بعضها عادي او لو قلت معلومة غلط والناس كتير هتتكسف انها لو قلت معلومة غلطة ولكن لقى اسجل فيديو على بعضه او كامل فده يعني يبني منك اخب منك مجوك بيه فالاكثر واقعية انك تسجل فيديو والغلاطات اللي انت عملتها حاول بقى تدخل على برنامج ممتاز وتمنتش الحتة دي اشهر طبعا برنامج ممتاز وابسط برنامج ممتاز الويندوز مو في ميكر الويندوز مو في ميكر اللي هوبقى جايب مع النسخة بعد كده لما قلت له هنا انا قلت له ايه انا قلت له سطوب لما قلت له بوز هيرجع يقول لي ريزيوم بوز اللي هي واقف تسجيل ريزيوم اللي هي استقنف تسجيل يعني عشان كم انا هنا قلت له ايه سطوب فلما قل له سطوب هيعمل بقى الموضوع بقى هيبدأ يسايف الفيديو فبيبدأ هنا يسايفه لك الاستمتدى time to finish الوقت المتوقع لانك تخلص الموضوع ده ده طبعا بيبقى كم سنين انه يخلص تسجيل الاولي ده الحاجات اللي انت عملتها يسايفها او يحفظها حفظ اولي او تسجيل اولي بعد كده يعرض لك الحاجات اللي انت سجلتها يعني انت بسلا عدت هنا ساعة تتكلم هنا بقى يعرض لك الساعة تسمع نفسك بقى تسمع نفسك وتشوف الموضوع بس كل ده ما تسايفش تسايف نهائي كل ده بيعرضه لك بس بعد كده تضغطين تعال هنا على save لو عجبك على دليت لو ما عجبكش خلاص طبعا احنا اتفقنا عن النقطة دي قلنا سجل save وبعدين بقى منتشه زي ما انت عايز فانا طبعا ضغطت على save من هنا ضغطت على save ده اهيه وامتق جاي هنا فبيسايف للتسجيل لو لاحظت الكل ده احنا ما سميناهوش حاجة كل ده اسمه recording يعني تسجيل انما فيديو اه اه امتداد و اه امتداد و اه امتداد و اه امتداد و اه اه عايزة يحطو على النت عايزة يحافظوا علينا على الجهاز عايزة يخراجوا في شكل صفحة اه 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 اتشني اميل صفحة نت يعني كل ده احنا نقلناش حاجة اه هوا اسمه recording لسه هنعمله مرحايا production أو اه بروديوسينج يعني عملية انتج وتصنيع بحيس انه هو يبقى فيديو الجد فاجه من هنا سميه بقى اسمه اكتب هنا اسمه او اينا ا طبعا امتداده او الحاجة اللي انا سيفق كاميرك عادي. بعد كده هيبدأ يعمل عملية يعني هيبدأ يفعل عملية حفظه فعلا. الموضوع ده هياخد وقت بس مش كتير اوي. بعد كده بعد ما يخلص الموضوع ده هيقول لي بقى انت قدامك ثلاثة خيارات. الحاجة الاولين هي ادت ماي ريكوردن. ادت ماي ريكوردن يعني تمنتجه بمعنى ضغط يعني من الاخر تمنتج الصوت تمنتج الصورة تزبط فيه الحاجات اللي انت عايز تزبطها تخليه فيديو تفاعلي يعني اه تبقى هاد كده على الفيديو وقولك اضغط على مش حارف ايه يطلع لك سؤال في وسط الحلقة وقولك اختار الاجابة الصحيحة يطلع لك سؤال وقولك اختار صحيحة والله بيحاولوا يعملوا ايه يعني نظام التعليم الالكتروني ده مواقع نت تستخدمه اول اه الناس اللي هم البروفيشنال في الموضوع ده ممكن يستخدموه اه بس بين مجددك بيبقى رخم يعني ما ملوش شعبية عندنا اه في العالم العربي وبرا كمان يعني حتى مواقع الفيديوهات الجامدة جدا مثلا ليندا اه مش عارف اه في شركتها اسمع ايه كده مهم من مواقع بتاع الاوتوكاد المواقع بتاع بتسجيل تسجيل تسجيلات اجنبات لايك تسجيل مثلا بسجيل لك لايشارع لك اوتوكاد في الف حلقة رقم رقم فلك يعني من اوتوكاد الفين لحد اه وما تلويش بيستخدم العيين الآن تلاقي بيش احت عادة فأعتبر فكرة الإدتينج ديها فكرة سطحية يعني هي مزيتها الوحيدة ان هو ممكن مثلا نشيل لك خرفشة الصوت فعلشان كده مش هشرح إدتينج يعني موضوع كبير قوي وما منوش راجع بروديوس بقى فيديو ان اتشيرابل فورمات بروديوس ماي فيديو ان اتشيرابل فورمات أسف على التعطيك كثير بس تعبان والله مش منكس بس يعني قلت مدام عملنا الموضوع لازم يبقى في حاجة مشجعة للناس ان الفيديو يطلع بسرعة والتشجع الناس نفسها على فكرة التسجيل بروديوس ماي فيديو ان اتشيرابل لفورمات يعني انك تخرج في نسك يصلح لعملية المشاركة العملية لعملية المشاركة ان كل الناس يبقى عندها هذا الفيديو ده او عندها التسجيل ده انتشوفه كريته نظر كده ان انت الركوردنج الاولاني بتاعك تسايف يعني تحفز فعلا بقى على الجهاز بتاعك فهيقول لك انت عايز السجل واحد ثاني يبقى دور ثانية حاجات قولنا اول حاجة لإددنج ملناش دعابي ثاني حاجة بتاع كريت نظر ريكوردنج هيبدأ لك العملية اللي احنا قلنا ده كله هيعيده من الاول ثاني فالثانين دور كده غلصانين يبقى احنا بنتكلم في ايه في بروديوس ماي فيديو يعني عملية انتاج الفيديو بقى ان هو يتحول لفيديو يتحول من كاميرك او من الامتداد بتاعك متاسع لحاجة قابلة لمشاهدة لفيديو فعلا فلما نضغط على العلم على دي نضغط اوكي هنلاقي جابلنا الشاشة دية فنختار يقول لي ايه الخيارات اللي فوق دي كلها ملناش دعاب هي نقول له custom production settings يعني اضبط الحاجة بايدي اضبط الحاجة مانيوال ملناش دعاب الاعدادات الافتراضية بيقول لي انت تحط على الويب ولا تحط على cd ولا تحط على بلوج ولا تحط على الايبود ولا تحط على ايه ملناش دعاب المواضيع دي احنا نقوم نضغلين على تحت معلمين عليها نقوم 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 نق المواقع الفيديو المشهورة على المستوى العالم فانا مليش دعو بردك بالاثنين انا عايز اغراجه او مي بقى لانتنا دخلت دخلته اه 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 او او هيبقى استخدامه كفلاش استخدام محدود بمعنى ان التعديل فيه بعد كده هيبقى محتاج انك تحوله من اف اللي فيه لحاجة تانية وبعدين اه تحطه اه وبعدين ترجعه تاني اف اللي فيه فانا عايز يبقى الموضوع سهل معنى انك لو حبيب بعد ما تخلص الفيديو ده والسيح غالق من حجم اتركه وتكتب علي اسمك ولا يحز tragedi انها تكون موضوع طويل انا قل引 احسن بس مش في الحلقة دي اقل . عملها اصلا اه تطوعي ومش عارف ايه. فهنحل المشاكل اللي ان شاء الله مشكلة اخر. المهم احنا هنعلم على دابلي امي في. اسف طبعا انا رغاي جدا. بس يعني يا ربي المعنى اللي انا عايز اقوله يوسط. دابلي امي في اللي هو ويندوز ميديا فيديو ده هتعلم عليه. اللي هو هيطلع لك تقريبا الامتداد بشكل كويس. صورة كويسة وصوت كويس. هنعلم عليه وبعد ايجنا نقول. البروفيل زي ما هو. بروفيل زي بيعدك كزا بروفيل يقول لك طب ايه نخلص صوت كويس نخلص صورة كويسة نعمل مش عايف ايه. ايه هو بقول لك ايه صوته صورة الباوربوين. اوديو هاي وفيديو قول له قول له اسيبه زي ما هو. لان لو دخلتك في موضوع البروفيل زي بردك ده هتلاقي موضوع طويل جدا. وبيصغر لك الفيديو اوي بس بيخلق صورته من الصورة اصلا. وبيكبر لك الفيديو اوي يعني كتير اوي يعني برنامج الصراحة برنامج اه عميق اوي. بعد ايجنا نخلص في نكست. ننسيب بردك الحاجات ده زي ما هي. لو لاحظنا كل الحاجات اللي احنا هنغارها حاجات بسيطة. نيجي هنا الموضوع حل من ضمن حلول حفظ حقوق الملكال فكري. المشكلة اللي في العالم كله. هنيجي هنا من على اوبشن. نضغط عليها في الفيديو هنعمل الفيديو بمعنى ان الفيديو بتاعك ده هيبقى محفوظ عليه اسمك بحيس انه هو ما يتمسحش من عليه ابدا. فيش غير حل لواحد نواية تمسح عليه نواية منتج منتجها كاملة. وطبع نتمتج منتجها كاملة ده هيبقى مقرف جدا للرجل اللي عايز يمنتجه. فالمهم هنقول له اوبشن. وتجي من هنا بقى تكتب اسمك. تقول هنا عنوان الفيديو الموضوع الكاتيجوري والديت التاريخ الفرمات اللي انت شغال به اي حال. وبعدين تضغط هنا على ايوثر تقول له اسمك وسنك والموضوع والعنوان وكل كلمة تقول له اوكي. كده الفيديو الحاجات ده هتخرج مع الفيديو بحس انه لو بيتعرف ببرنامج زي الويندوز ميديا بلاير. اه بتاع شركة ماكروسوفت هتلاقي تحت بكل شوية بيقلب لك بلك ايه هزا الفيديو اه مين عمله. ومعمول عن موضوع ايه وكديكولي بتاعه ايه والامتداد بتاعه ايه كل البيانات دي بتقى شغالة معه. في نفس الوقت لو واحد جاب او بتاع الفيديو هيقدر يوصل للبيانات بتاعتك بسهولة. بعد كده هنضغط على بعد كده على تاني بعد كده هنا الاسم بتاع اسم بتاع الفيديو لما خرج. هتسمي بنفس الاسم انت سميته بيه قبل كده. وبعد كده هندوس على دي ونختار انه هو يطلع على ديسكتوب مثلا او على المكان الفاضل دي انت عايزه. هطلع لك النافذة الشهيرة جدا اللي هتختار منها ديسكتوب وتطلعها ديسكتوب او تطلعها ولا اي حد. بعد كده هتقوله فينش. كده احنا متخلص اهو. كده الفيديو ايه? كده الفيديو هطلع لك وهيشتغل قدامه. بعد ما يخلص. دي عملية الفينشنج بتاع الفيديو. وده اطول عملية وارخم عليها في الموضوع. ارخم عملية في الموضوع موضوع موضوع ده ده. الموضوع ده بياخد وقت اللي انا كنت بقول عليه بياخد وقت كتير اوي. فانت تعملها وتسيب الجهاز بقى او ايه وتروح ولا تروح تنام ولا تعمل اي حاجة لحد ما ما الفيديو يخلص. وبعد كده هطلع لك فيديو تحطه عنه. يعني قصد ايه انك ايه تعمله الموضوع ده ساقتا يعني سيب الجهاز متعودش جنبه لانه هياخد ايه هياخد بقت. يعني هتلاقي بيعمل لك مسلا واحد في المية كل دقيقة او حاجة زي كده. خلاص? فانت سيب الفيديو براحته. وبعد كده بعد ما يخلص هيشتغل فانت هتسمع صوته. يعني بعد ما يخلص الفيديو من زي كبتاسية شغالة فيها لو لاحست انها اقول لك ايه بلاي فيديو افتر برو دكشن. يعني بعد ما تخلص الفيديو شغله بقى. نحس ان انت وكونت بعيد ولا حاجة يديك انظار ان الفيديو ايه? فيديو خلص. بعد كده يعود لك الشاشة ديت وانت بتتفرج على الفيديو يعود لك الشاشة ديت بقول لك البيانات بتاع الفيديو كزا 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 دي كلها البيانات بتاعته وتقول له فنش. بعد كده خلصنا موضوع الفيديو بقى عندنا فيديو بيتكلم عن موضوع معين. خلاص? انت اول ما بتبدأ عماية تسجيل بتبدأ تشرح. يعني اول ما ضغطنا على ريكورد الاولانية خالص بتبدأ تشرح. الحاجة اللي انت عايز تشرح تخش بقى على وتوكاد تخش عساب. اه تجيب باربوينت وتشرح حولنا تجيب صور وتعلق عليها اي حاجة اي شكل من اشكال الشرح. بس ده اسرع واحسن الف مرة من الشرح بالكتابة يعني. انما طبعا الناس اللي عايزة تشرح كتابة في المنتدى مش مشكلة خالص? نيجي بقى الفكرة كويسة او. ايه هي? الناس اللي عايزة تصور لنا حاجات عندها على الجهاز. يعني هو مثلا حصل له مشكلة معنا في الساب. ومش عارف يقول لي الناس عليها. ان المشكلة دي لما جيت عامل جهازة في الساب. طلعت لي error message. طلعت لي خطأ معينة. اه مش حايف اه اصلاحها ازاي. فانا اتفرج على الا اه او اسمع الكلام بتاع اقوله المشكلة دي عمره وتحصل في الساب. اه او ما قابلنيش قبل كده. فهو عايز يورين الصورة. فاقوم عامل ايه? مسور لي الشاشة اللي معرضة قدامه بالزبط. يعني مسور له الديسكتوب بتاعه بالشاشة بتاعته بالتاسكبار بكل الحاجات اللي هو مشغل. عن طريق زرار بسيط هنا اسمه print screen system required. دوما. هتلاقي مكتوب عليه print screen print screen. فلما تضغط على print screen ديت بياخد لقطة لحظية. يعني لحظة ما انت ضغط بياخد لقطة للحاجة اللي معروضة قدامه. بس بشرط لحاجة دي ماكونش فيديو. لان اي حاجة فيديو بتاخد لها لقطة بتطلع بتطلع على الصورة اه بيطلع مكان الفيديو اسوء. مكان الفيديو اسوء. لان الفيديو ما ينفعش يتسبت غير في برامج المنتاج. زي الويندوز ميديا بلايو. او ما ينفعش تاخد لقطة الفيديو غير في برامج المنتاج. انما الprint system ده او الprint screen ده بياخد لقطة لاي حاجة معروضة على الشاشة لو كان برنامج لو كان اي حاجة معروضة الا الفيديو. طب بتاخد كده انت خدت لقطة. اللقطة دي تخزنت في زكاية الكمبيوتر. دوقتي بقت متخزنة. بس مش عندك. يعني لحد دوقتي ما بقتش عندك صورة. فتقوم رايح على اي برنامج صور. او اي برنامج رسومات. واشهر برنامج واسهل برنامج في الدنيا هو الرسام. تقوم راحي start to programs. اكسزوريس. تقوم داخل على الprint. الرسام. تقوم يوم فاتح لك الرسام. تضغط click يمين في الرسام وتعمل بست. تلاقي الصورة اللي انت كنت شايفها قدام عينيك. بقت قدامك صورة. بعد جدا تروح الرسام في الفايل. save as. فايل save as. وتسميه الاسم اللي انت عايشه. إما انت بعد ما تعمل بست هنا. هتلاقي الصورة بعد قدامك. file save as. حفص الصورة بتاعتك بالامتداد اللي انت عاوز. كده بقى عندك صورة للحاجة او للمشكلة اللي انت كنت عايز تسعيدها للناس. او للحاجة اللي انت كنت عايز تشرحها برضو للناس. عادي. يعني انا لما جدت اسجل الفيديو ده تانيت نصور في كل اللي خطوة بعمل على كامتاسيا خطوة خطوة. صور. لان انا ما كانتش ينفع اسجل شرح كامتاسيا على برنامج كامتاسيا نفسه. مرضيش. فانا قلت agile مصور البرنامج وبعدنه اشرح من خلال باور بوينت. بعد اكريك كده بقى تصور عندكAKE rodzive as تصيفه بالاسم اللي انت عاوش. ن Гع guidelines بقى طب لو انا عندي باور بوينت. اول مبلساطة ا كامتاسيا بيتعمله تول بار هنا الواحد عن نفسه خالص. ملوش دعوه بالمازالي بالاحاجات التانية. يعني بيضاف تول بار جديد اسمه كامتاسيا تول بار. ده بقى هو اهم اوبشن فيهم اللي هي الريكورد والمايك بيقى متعلم معه صح لانك انت اقول له ان المايكروفون يبقى اشغال معي فانا الوقت ده الباور بوينت اللي انا مشرح لكم من عليه والحاجات اللي انا كنت باعمل فانا اول ما اقول له الريكورد هنا هيقوم عارض للشاشة ده يبدأ في شرح الباور بوينت يعني يبدأ يشغل باور بوينت ويعرض للشاشة ده فانا اول ما اضغط على كليك اضغط عشان يبقى على الهوى يبقى انا وقت ما اضغط كده يبقى انا بقيت على الهوى يبقى هو بدأ التسجيل فعلا يبقى انت بتبدأ تروح الباور بوينت اللي انت عايس تسجله تضغط عليه ضغطتين عادي تشغله عادي اه تعرض قدامك وبقت الشاشة قدامك تقول له ريكورد سجل فالفرق ما من العرض ده والعرض الثاني العرض الاولاني لو دغلت لو دغلت لو اه سلايد شو ودغطت على الف خمسة هيعرض لك الباور بوينت بس مش هسجل يعني انت هتفرج عليه بس اه انما هنا اعرض لك الباور بوينت وهتسجل عليه بحيس انك بعد كده هتحوله زي ما احنا حولناه لدابليو ام في وترفعونا على المنتدى ده الامتداد اللي انا ما بنصح به وده الحاجة اللي انا بنصح بها حضراتكم او من خلال خبريات البسيطة في موضوع التسجيل ده لكن الناس اللي عايزة تسجل بأي امتداد تاني اهلا وسهلا بيوم في المنتدى واهلا وسهلا بأي حلقات يعني انا شايف ان ياريت كل الناس سجل يعني المنتدى مثلا لو فيه 12000 واحد او اكتر اهلا بيوم ياريت كلهم يسجلوا ولو كل واحد حلقة في موضوع مختلف اظن ان احنا نغطي مختلف المواضيع واللي مش متخص في موضوع معين او مش شاطر في موضوع معين يزاكر موضوع يجيب كتاب ويقرأ فصل فيه يسجلين اي حاجة ياريت بس عشان يبقى عندناك كم الكبير ده من تسجيلات اه يعني نحاول نبقى نتشابه بالاجانب او بالغرب في حاجة مفيدة اللي هو هي المشاركة او اللي هي ان كل واحد يقدم اللي هو متاح بالنسباله والناس تلا تعكم عليه لو كويس انا وسهلا مش كويس اهديك سجلت وانا خسرت حاجة شكرا لكم وعشت سماعكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد وانا لا 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 انت استغفرك اتباليك جزاكم الله وخيرا انا عشت الاستماع في انتظار فيديوهاتكم الرائعة ان شاء الله ابراهيم عبد حميد ليرن اونلاين وان مشرف منتدى الدروس والدورات التعليمية بشبكة الهندسة الانشائية ليرنولاين وان اجيميل دوت كوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة